اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حكومة الظل مطلع الشهر المقبل ستبدأ الحكومة بتطبيق التعليمات المعدلة لتعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية تعليمات تهدف لتنظيم قطاع نقل الركاب بعد أن شهد حالة فوضى في الأوينة الأخيرة اعتصامات لأصحاب التكس الأصفر ومطالب وصلت إلى 90 نقاط منها ما نفذ ومنها ما ينتظر لكن هذه التعليمات لم تلقى رضا حتى شركات عاملة في القطاع اذ دعى مدير عام شركة أوبر في الأردن الحكومة إلى إعادة النظر في التعليمات وذلك من أجل توفير المزيد من الفرص الاقتصادية المارينة ما الأثار الاجتماعية السلبية التي من المحتمل أن تتسبب بها هذه التعليمات ولماذا حدد لكل شركة خمسة آلاف مركبة فقط وهل هناك شركات جديدة ستدخل قطاع نقل الركاب ماذا عن قضية إلزام العاملين في أوبر وكريم بالحصول على رخصة عمومي وماذا عن باقي مطالب التكس الأصفر هذا الملف مشاهدين سيكون محور النقاش والحوار اليوم بين الحكومة وظلها بين وزير النقل أنمار الخصونة عن الجانب الحكومي وعن الجانب التشريعي رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النائب خالد أبو حسان ولكن مشاهدين دعونا ننوه إلى أن مهمة تنحصر فقط في إدارة الحوار وترك مجال أكبر للضيفين للنقاش لكن قبل البدء دعونا نستعرض التعليمات المعدلة لتعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات التعليمات أقرت الحكومة تعليمات تتضمن وضع ملصق شفاف دائر الشكل بقطر 30 سنتيمتر مربع على الأبواب الأمامية للسيارة الخصوصية المصرح لها يتضمن شعار الشركة أو اسمها أو رمز الدلالة عليها كما أقرت التعليمات ألا يزيد عدد السيارات العاملة المرخصة لكل شركة عن 5000 سيارة كما سمحت التعليمات الجديدة باستخدام سيارات الليموزين بنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية وألزمت التعليمات مكاتب سيارات الليموزين بدفع 400 دينار عن كل سنة إذن مشاهدين أعود بالترحيب بضيفي في الستوديو النائب خالد أبو حسان رئيس لجة الخدمات العامة والنقل وأيضا سيد أنمار الخصوني وزير النقل أهلا بكم معي في حكومة الظل سأبدأ معك سيد أنمار رماذا لجأت وزارة النقل إلى إصدار تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية تفضل أول شيء مسيكي بالخير ومساء الخير لضيفك شكرا لنقل زميلنا الأخ خالد رئيس لجلة الخدمات والبنية التحتية في المجلس النواب حقيقة بدأنا بهذا الموضوع بعد مرور أكثر من سنة على استخدامات التطبيقات الذكية التي تعمل من خلال السيارة الخصوصي كان لابد من عمل تشريعات وأنظمة اتقون وتضبط قصة وطريقة الاستخدام التي غير منظمة والتي كانت بشكل عشوائي والتي لا يوجد فيها ضبط ولا أي طريقة التي ممكن ضبطها فكان لابد أن نصدر نظام ونصدر تعليمات والنظام والتعليمات يحدد مسؤولية كل جهة فيها وأيضا التعليمات ترتب لكل شخص يستخدم هذه السيارة أو الذي يعمل على هذه السيارة واجبات وحدود حتى يتم استخدام الأمثل ويكون بطريقة مراقبة ووابحة وتخدم المواطن بطريقة صحية فعملنا كان الموضوع بدأنا فيه بشقي الشق الأول كنا نحكي عن شيء اسمه سمارت كاب اللي هو تنظيم عملية التطبيقات الذكية من خلال التكسي وزيادة عدد التكسي بما يتناسب مع الطلب اللي كان موجود وحقيقة كان فيه ضرورة لزيادة عدد التكسي في الأردن وبكافة محافظات المملكة وخاصة في عمان وبعض المدن الرئيسي الأخرى نعم لم نصل إلى نتيجة بهذا الموضوع لأنه كان من الممكن يخلق بعض الإشكالات الأخرى فبدأنا بعمل نظام يحدد العمل من خلال السيارة الخاصة الخصوصي بالنظام وتعليمات فأخرجنا نظام وتعليمات بمنتصف 2018 أو بالربع الأول من 2018 رخصت أول شركة في منتصف 2018 وبدأت باستخدام الطلبات وترخيص سواء المركبة أو المشاغل اللي سيكون عليها الكابتن وأيضا رخصت شركة أخرى في نهاية 2018 وبدأت أيضا بترخيص المركبة والعامل عليها نعم إذن أعود إليك سيد خالد هل بالفعل نجحت الوزارة في ضبط الفوضى الحاصلة في موضوع التطبيقات الذكية يعني كيف تقيم أداء وزارة النقل فيما هي خص تنظيم قطاع النقل يعني بداية مساء الخير مساء النور ومساء الخير لمعالي الوزير يعني في الحقيقة إحنا خلينا نلخص قطاع النقل عندنا بالأردن هل قطاع النقل عندنا قطاع فعال اليوم يعني إحنا نشوف أنه قطاع النقل هو قطاع عندنا أصبح قطاع لا يقدم الحد الأدنى من الخدمة للمواطن في ظل ظروف مثل ما تفضلت الفوضى الموجودة العارمة فيه اليوم واجب الحكومة أنها تنظم القطاع واجب على الحكومة أنها توجد للمواطن خدمة نقل تخفف من أعباء الفاتورة الاجتماعية أو الفاتورة الاقتصادية على المواطن نفسه نعم اليوم يعني لما نشوف أنه أصبحت تنقل بأخذ 25% من ميزانية أي مواطن إحنا منشوف أنه إحنا يعني ما عندنا الحكومة غير قادرة على تلبية المتطلب فلذلك بتروح الناس صارت تستخدم سياراتها والتي بتأخذ منها من مساحة كبيرة من ميزانية الفرد اليوم الحكومة ما قدرت يعني أنا بأعتقد أنه زادت الفوضى فوضى بموجوع التطبيقات يعني مثل ما تفضل معا للوزير يعني إحنا بعد مرور هو حكا سنة لا هو أكثر من سنة هو قاعدة تشتغل التطبيقات سنتين بدون ترخيص بدون قوننا اليوم هل إحنا بحاجة بالسوق لمزيد من السيارات النقل التكاسي هل يوجد دراسة هل الحكومة قامت بعمل دراسة وشافت أنه إحنا بحاجة لتطبيقات بحاجة لمزيد من السيارات كيف ممكن أنه تكون العلاقة بين النقل العام بين النقل الخاص بين نفس النقل العام بين الباصات بين السيارات بين التكسي الأصفر أو أنها توجد العلاقة بين التطبيقات الذكية يعني أين تكمن المشكلة المشكلة اليوم أننا في تخبط كبير بقطاع النقل بصراحة يعني إحنا ما بدنا نخفي المشكلة نحن بحاجة لتطبيقات ذكية نعم نحن بحاجة يعني هذا السؤال هل نحن بحاجة لتطبيقات ذكية نعم نحن بحاجة لتطبيقات ذكية لكن إحنا منقول قونة التطبيقات الذكية هو واجب على الحكومة طب أنا لما بدي أقونن يعني ليش أخلي شركات تشتغل سنتين بدون ترخيص وبعدين بأجي بدي أقوننها صفة صعب اليوم اليوم ما في كيان قدامي اللي أنا مين الشخص اللي قدامي قاعد بدي أخاطبه من هنا الحكومة راحت ولجأت وإحنا اجتمعنا عدة اجتماعات بلجنة النقل لعمل التطبيقات ضمن القوانين أو عمل قوانين لهاي التطبيقات بس اليوم هل القوانين هاي راعة المنافسة الشريفة بين القطاعات كله بنفس القطاع يعني بين التكسي الأصفر ولا التطبيقات يجب اليوم إحنا نخلق منظومة نقل لعنا قادرة على النهوض بالنقل العام بتقديمها للمواطن خدمة تكون يعني حسب طموح المواطن أو حسب ما يرتقي جلالة الملك يعني جلالة الملك الله يطول عمره حكاها بعدة يعني نحن بحاجة لخدمات للمواطن تتقدم تكون قادرة على النهوض بالمستوى المعيشي للمواطن اليوم إحنا عنا الحكومة يعني هل الحكومة تم يعني عملت دراسات للتطبيقات كيف بدنا نعملها بالسوق طب هل الخمسة الاف سيارة كافية خلي سيد أنماري جاوبنا عليها ردك على ما تحدث به سيد خالد ستة نتيجة عمل هذا التكسي وتبين أنه لابد من عمل دراسة تحدد عدد الحاجة الفعلية لعدد التكسي المطلوب سواء في مركز في عمان أو باقي المحافظات الأخرى والآن مو يوجد دراسة لا بالعكس يوجد دراسة ونحن نبحث عن كل المشاكل الموجودة في هذا القطاع والدلالة على ذلك بأن معظم المشاكل الموجودة بالقطاع الآن بدأنا بحلها خطوة خطوة وإن شاء الله سنستمر حتى نوصل لنتيجة نهاية بحل كافة مشاكل قطاع النقل نحن مهتمين بالحكومة بقطاع النقل وهناك اهتمام كبير من جلالة سيدنا ومن دولة الرئيس ومنني ومن كل اللي بعمل بهذا القطاع أنه نعمل بمنظومة نقل حديثة تلبي احتياجات كافة العاملين وأيضا مستخدمين كافة هذا القطاع نعم سيد أنمار هل بالفعل هناك حالة تخبط كما تحدث بها السيد خالد ستة احنا يعني كل واحد بحكي رأيه احنا ما بنقدر نملي على واحد ما يحكي رأيه بجوز كان فيه مشاكل بقطاع النقل لا شك أنه كان فيه مشاكل وتحديات وما زال فيه مشاكل وتحديات احنا تخبط ما فيه تخبط لأنه فيه مشاكل وفيه تحديات نعم لكن هذه المشاكل والتحديات احنا كلها عملنا على حلها والآن شغالين على حال كافة منظومة قطاع النقل وليس بس النقل الداخلي سواء تاكسي أو باص يوجد زي ما حكيت يوجد تحديات يوجد مشاكل في القطاع لا يمكن حلها في ساعة ولا في يوم لأنه في عندي ناقل فردي وعندي ناقل شركات وعندي وهذا يشكل نسبة كبيرة من قطاع النقل سواء قطاع نقل الشاحنات وأيضا قطاع نقل الركاب سيد أنمار لماذا حددتم خمس آلاف مركبة؟ ستة احنا خمس آلاف مركبة لأنه بعد الدراسة تبين بأنه يوجد مشكلة في العدد اللي موجود وإذا بزداد رح يزداد مشكلة أكبر فكان لابد من تحديد العدد فحددنا العدد ايش المشكلة اللي ستكون زيادة على الخطار؟ لأنه حاجة السوق لا تستوعد أكثر من هذه العدد عشان بجز ردنا كمان على كلمة سعادة النائب المحترم حقيقة كنا حريصين وانتبهنا لهذا الموضوع وأخذنا قرار مجلس إدارة بتحديد عدد لا يزيد عن خمس آلاف مركبة لكل شركة من الشركات اللي بترخص هذا العمل وأيضا أوقفنا الترخيص لباقي الشركات لحين تحديد عدد اللازم لكافة المحافظات ولكل مدينة كم بحاجة بالتحديد وليس فتحها بالشكل يعني إذا احتجت أنا على فرضا في العام المقبل ألف مركبة رح أحدد بكل مدينة كم تاكسي رح يكون وليس أنه والله أفتحها ألف مركبة ويكونوا كلهم في مدينة عمان نعم إذا نعود إليك النائب خالد أبو حسان ما مدى قبولك رئيس لجنة الخدمات والنقل النيابي عن التعليمات الأخيرة للمركبات العاملة على التطبيقات الذكية؟ يعني حكيت إحنا بالبداية يعني إحنا بدنا نشوف هل التعليمات أو النظام اللي تم صدر مؤخرا من وزارة النقل بعالج القضايا اللي حكينا فيها هل براعي المنافس الشريفة؟ هل براعي المستوى الخدمة المقدمة للناس؟ هل هو آمن بتقديمه الخدمة للناس؟ يعني اليوم بنعرف إحنا التطبيقات الذكية هي بتأخذ كل المعلومات الداتة الموجودة عندك طيب هل فيه آكسز لوزارة النقل على هاي المعلومات على السيرفرات الرئيسية للشركة؟ طيب هل اليوم الشركات تقوم بدفع الضريبة الموجودة عليها للدولة ضمن ما هو محدد أو ضمن الحصرية اللي بتتأخذها؟ يعني يوم أتحدث سيد ألمار بأنه تم حل تقريبا أكثر المشاكل الموجودة في القطاع ولليوم إحنا بنشوف الاعتصامات لليوم طيب ليش الاعتصامات موجودة؟ طيب يعني أنا بدي أحكي شغلي طالما إحنا خلصنا من موضوع التحديات مثل ما بحكي مع علي الوزير وكل الاحترام يعني هم عم بيشتغلوا حقيقة يعني وزارة النقل عم بتقدم لكن أنا بشوف أنه فيه شغلات رئيسية بالنقل لسه هي من شأنها أنه تحد من الفوضى الموجودة بالقطاع مثل ماذا؟ مثل تحديد مرجعيات النقل هل تم تحديد المرجعيات لإعطاء التصاريح مثلا بين المحافظات بين العاصمة عمان؟ هاي يعني واحدة من الأمور اليوم في عنا تفعيل بقانون نقل الركاب هل تفعيل الصندوق اللي تم إقراره بقانون نقل الركاب؟ هل تم تفعيل القانون بما يخص موضوع أنه نخلص من الملكيات الفردية معالجة الملكيات الفردية طب إحنا لليوم عم بزروا تصاريح لملكيات فردية لليوم عم بعطوا تصاريح لخطوط باصات لسيارات يعني هل المشكلة يعني لسه قائمة ولسه عم تتفاقى من المشكلة اليوم ما عنا دراسة شاملة لقطاع النقل بحيث نعالج إحنا قطاع النقل من الشمال للجنوب طب اليوم هذا واحدة من المشاكل الموجودة بقطاع النقل طب اليوم كيف ممكن أن نعالجها هي بدها معالجات ما بتوقف بس على وزارة النقل الموضوع بحاجة لمزينيات وبحاجة لاستخدام الأدوات والتطبيقات العالمية اليوم عنا مثل ما منشوف الباص السريع تأخر كثير بس كمان رح يكون موجود إحنا بالفترة الجاية فيه كمان الباص السريع بين الزرقى وعمان طب شو مصيره طب هذا كله من شأنه ما هي ما تنحل هي بس معضلة التطبيقات على السيارات طب ما هي بدها تتبحها على الباص السريع على النقل بده يتطبح على وسائل الإعلام على وسائل الكافة نعم إذن سيد أنمار هل بالفعل لا توجد أو لم تحدد مرجعيات نقل موضوع التي تحدث عنها الملكيات الفردية تفعيل قانون موضوع الملكيات الفردية صندوق الركاب دعم القطاع تفضل مرجعيات أكيد في هذه دولة وحكومة وفي إلها مرجعيات أكيد نحن نقول مرجعيات تحديد المرجعات نحن نحترم كل المرجعيات نحن نقول أن المرجعيات أكيد موجود مرجعيات في بلديات في هيئة تنظيم قطاع نقل الركاب في عندك الأمانة في عندك الترخيص في عندك السير في عندك المحافظة في مرجعياتك نعم نحن 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 موحد المرجعيات واحدة من معالجة اللي هي أنه تحديد المرجعيات تفضل ستي بجوزة يعني حكى ملاحظة ساعة تقيمة بما يخص الباص السريع نعم وبما يخص النقل بين المحافظات ومراكز المحافظات ومراكز المحافظات مع القرى أو المدن المجاورة أول شيء الباص السريع تم طرح العطاءات التنفيذ البنية التحتية لأربع حزم وتم الإحالة على مقاولين ليتم المباشرة بالتنفيذ سوف تبدأ المباشرة بالتنفيذ بعد استكمال إجراءات الكفالات والأمور المترتبة على هذا العطاء سيتم المباشرة قبل شهر ونص أو شهرين من هذا التالي طبعا هذا المشروع تم دراسته بطريقة حضارية وواضحة وحسب المواصفات العالمية التي سواء كان على مستوى البنية التحتية من أرصف وطرق وخدمات نزول وركاب ومسافرين على هذا الخط وأيضا تم مراعاة متطلبات سواء كانوا كبار السن أو ذوي الاحتياجات اللي رح يستخدموا في كل محطة من المحطات اللي موجودة زائد نفس الحافلة اللي رح تستخدم أيضا رح تلبي كافة الاحتياجات لللي ذكرناهم الآن وأيضا تم طرح العطاء للمستشارين الأربعة وتم رح يباشروا قريبا بالإشراف ومتابعة وإدارة المشاريع الأربعة حزن هذا المشروع مدته سنتين نأمل إن شاء الله إذا ما كان فيه معيقات بتنفيذ هذا المشروع رح يتم استكماله خلال سنتين تم طرح عطاء لمعني بكيفية تشغيل وإدارة هذا المشروع ومدته سنة وست أشهر بدأ في بداية 2011-2018 إن شاء الله بعد ما يكتمل رح يطرح عطاء التشغيل بحيث أنه يكون مشغل في بدايات 2021 نعم نحن جاهدين لحل كافة المواضيع والقضايا التي تتعلق بالنقل المشكلة قطاع النقل ترتب عليه دعم وكلف مالية ليست بالسهولة وليست بالسهولة نعم ستتحدث عنها سيد أنمار بالتفصيل ولكن مشاهدينا ممكن بعد الفاصل نعم مشاهدينا نتابع هذه الحلقة ولكن بعد الفاصل أهلا بكم مشاهدينا من جديد أعود إلى ضيفي سيد أنمار الخصوني وزير النقل كنت تتحدث قبل الفاصل عن موضوع الكلف والميزانيات الخاصة بموضوع الباص السريع تفضل ست كلفة هذا المشروع المحددة حوالي 140 مليون زي ما حكنا انطرحت بأربع حزم رسية العطاءات بكلفة حوالي 118 مليون أيضا عطاءات الإشراف بخمسة مليون ونص تبقى حزمة أخيرة اللي هي موضوع التأثيث لهذا المشروع واللي كلفة حوالي 2 مليون الآن الدراسة تبعتها جاهزة رح نطرحها في لأنها تترتب بعد أو في نهاية المشروع حتى يكون هو المتطلب أخير لتنفيذ واستكمال البني التحتية طبعا في عنا الوصل اللي هي عين غزال طبربور كان لابد من ربط هذه الوصلة ما كانت موجودة أثناء المخططات لما اطلعنا شفنا أنه في نقص بمنظومة النقل إذا ما كان في ربط بين المحطة ومنطقة طبربور تم إضافة هذه الحزمة والآن طرح تم طرح أطائها من خلال أمانة العاصمة وممولة من وزارة النقل ممولة حوالي 21 مليون منها من المنحة الكويتية وإن شاء الله رح يتم المباشرة فيها قريبا وهي رح يتم متابعتها منها سيد أنمار يعود سريعا بس لموضوع التطبيقات الذكية والتكسي الأصفر كيف ستتم المواءمة من قبل وزارة النقل بينما طالب المركبات العاملة على موضوع التطبيقات الذكية وأصحاب التكسي الأصفر ستي إذا تطلعنا إلى بعض الطلبات التي طلبوها أصحاب التكسي كان جزء منها محقة وكان لابد من إعادة النظر فيها وإعادة النظر سواء بالتعليمات بالنظام أو بالتعليمات تم مراعاة الأشياء التي ضرورية منها وهذا نظام وتعليمات ممكن أي وقت الواحد يقدر يعد له لأنه ليس قانون القانون بخط مجراء وما هي المطالبات غير محقة؟ هلأ كان بطلبوه بموضوع الذي يكون السائق مرخص رخص عمومي هو بسوق سيارة خصوص كابده يكون معه عمومي فليس متطلب رئيسي كنا محددينها بعمر زمني يتطلب مروره إذا كان بحمل رخصة سياقة خصوصي فكان مطلوب منه يكون أحد أدنى ثلاث سنوات حتى ممكن يسوق السيارة ويرخص بعمل التطبيقات ككابتن نعم عود إليك سعادة النائب رأيك بما تحدث به وزير النقل سيد أنمار الخصونة بهذه الجزئية تحديدا شفافية أكيد يعني حقيقة أنا بشوف أن الطلبات اللي عملوها أصحاب التكاسي أنا ما بدافع عن قطع أنا ضامن للتكاسي وضامن للتطبيقات مثل ما هو هذا مواطن وهذا مواطن وبيهمني متلقى الخدمة النهائي اللي هو المواطن رضا بس اليوم أنا بدي أضمن المنافسة بين الاثنين يعني إحنا لما أنا بشوف لا أنه ضروري يكون الكابتن بيحمل مشان أضمن أنا سلامة الركاب نعم أنا بشوف أنه ضروري الكابتن يحمل رخصة عمومة نعم وهي مطلب محق يعني اليوم هاي تكسي وهاي تكسي طب ليش أنا هذا بدي أقدم نفس الخدمة التكسي الأصفر التكسي للتطبيقات الذكية بدي أقدم نفس الخدمة للمواطن اللي هو ابني وابنك اليوم بدي أضمن أنه اللي بدي يطلع يسوق فيه بدي أكون مؤهل هلأ ليش شو الفرق بين الرخصة العمومة والرخصة الخصوصية أنه هذا بيقدم هو بيسوق على سيارته نعم لكن أنا لما يكون هو مرخص عمومي بده يعرف يتعامل مع المركب إن كان فنياً وإلا يكون مؤهل هو وإلا يكون فيه متطلبات معينة مثل شهادة عدم المحكومية مثل موضوع الميكانيك مثل موضوع الحوادث أنا بشوف أنه ضرورة وجود رخصة عمومي مع السائق ضرورة زائد أنه إحنا لما كان فيه اعتصام من السائقين أمام مجلس النواب وطلعنا واجتماعنا معهم وحددوا تسع مطالب وطلعنا على دولة رئيس الوزراء واجتماعنا معهم ودولة رئيس الوزراء وعدنا وعد السائقين أنه خلص سايمة طالبك إحنا رح ننفذها بالكامل لأنه أنا شايف حق هيك حكالي رئيس الوزراء يعني أنا موجود وموجودين وحكا أنه يعني منها تحديد عدد السيارات اللي بتعمل على التطبيق التسعير أن تكون مراقبة بما يضمن المنافس الشريفة بين الناس تحديد جنسية السائق على السيارة ويحمل الصفة العمومية لنضمن سلامة الركاب وسلامة أبنائنا المخالفة إذا كان فيه مخالفة بالتعليمات تكون على التطبيق نفسه لم يتم تنفيذ المطالب من قبل الحكومة هذا السؤال وجهه إلى السيد أنمار رماذا لم تنفذ مطالب التكس الأصفر ستة إحنا الموضوع بتبين من خلال نظام التعليمات اللي تعدلت فحقيقة لبينا أو مش لبينا كان من الضرورة إعادة النظر ببعض الجزئيات اللي موجودة في النظام وفي التعليمات وعدلنا اللي هو الجنسية أكيد هو لا يجوز أن يعمل على هذا التطبيق إلا أردني ويحمل رقم وطني أردني وصار اتراضات كبيرة وكثيرة على موضوع أنه نسمح لباقي المواطنين اللي ساكنين في الأردن بأنهم يعملوا على هذا النظام وبالعكس رفضنا والآن اللي بعمل فقط اللي بحمل الجنسية والأردنية وبحمل الرقم الوطني باقي الطلبات موضوع المخالفات موجود في النظام من يخالف في تطبيق للعقوبات ومتسلسل العقابات من الألف لليه ببتأ ب شعار وأنذار وبعدين حجب التطبيق وبعدين سحب رخصة التطبيق ففي عقوبات موجودة في النظام أين تكمن الصعوبة في تطبيق أو ربما في تحقيق مطالب التكسي الأصفر بالعكس نحن حققت لهم معظم مطالبهم وبالعكس الآن في رضا وفي تفاهم وتوافق تم الاجتماع أكثر من مرة مع نقابة أصحاب التكسي وأيضا مع العاملين في قطاع التكسي وتم التوافق على معظم الطلبات تبعهم وتم حلها وأكبرها والآن أنا بدأت بالعمل معهم على أنهم يعملوا من خلال التطبيقات وإما بدخلوا بمنظومة التطبيقات من خلال الشركات التي تعمل حاليا أو إيجاد شركة مناسبة سواء من خلالهم أو نجد شركة أو نعمل الحكومة شركة للعمل في التطبيقات لأن الآن التطبيقات لا بد أنهم يعملوا في التطبيقات الدنيا بتتطور وتتحسن وترتقي لمستوى أعلى فالآن سوق منافسة وسوق المنافسة بالطلب أن التكسي يرتقي لهذا المستوى ويعمل فيه في مجموعة كبيرة من أصحاب التكسي أو من اللي بعملوا على هذا التكسي دخلوا بمنظومة العمل في التطبيقات والآن بنعمل على باقي اللي موجودين وحتى حلينا معظم المشاكل والآن بندرس حتى موضوع الأسعار تبعتهم سواء فتحة العداد أو ساعات الانتظار أو كل المتطلبات سيد أنمار هناك من يقول بأن القانون يمنع عمل المركبات الخاصة في النقل العمومي قانون السير وقانون النقل هل فعلا هذا الأمر ربما مخالف للقانون وكيف تعاملت الوزارة مع هذا الملف ستة بقانون النقل يوجد شيء الذي يسمح له ومن هذا الباب ومن هذا المنطلق تم عمل النظام وتم الإشارة إلى هذا القانون أثناء أداد النظام فهو يسمح للعمل بطريقة يسمح لوزارة النقل وهيئة قطاع النقل الترخيص ما تراه مناسبا من أي عمل أو الترخيص للعمل للشركات أو للسيارات نعم سيد خالد إذا تحدثنا عن مقترحاتك بما يخص مطالب التكسي الأصفر إذا كان لديك أي رد قبل الجواب على هذا السؤال على ما تحدث به السيد أنمار يعني إحنا مقترحنا مثل ما حكينا إحنا بدنا هل إحنا بحاجة تطبيقات عمل السيارات تعمل على التطبيقات نعم شفنا إحنا كيف الناس اتفاعلت معه والناس اتقبلت الفكرة بشكل كبير وهذا إشي حضاري أنه يكون عندك تطبيقات لكن إحنا كمان علينا واجب أنا بأعتقد أنه كدولة أنه تضمن عمل التطبيقات لأنه المواطن هو المفروض أنه أي تطبيق بتعامل معه تحت رقابة الدولة وتحت رقابة الحكومة وتكون الحكومة يعني أقلها ضامنة أنه هذا التطبيق اللي ماشي بالسوق يعني آمن اقتصاديا مجدي قادر على تلبي أنه لبي حاجة الناس دوركم أنتم في مجلس النواب بهذا الشيء إحنا دورنا اليوم بمجلس النواب أنه إحنا نكون إحنا مطلعين بشكل مباشر من خلال تفعيل دوننا الرقابة على القوانين اللي بتم تشريحها وزائد يعني عمل قوانين من خلال بالتعاون بالشراكة مع الحكومة للارتقاء بالخدمة بس أنا بشوف اليوم إحنا عندنا قطاع كبير بحدود السبع عشر ألف تكسي موجودة بالأردن إدخال أي قطاع عليه كمان عم بضر فيه هلا إحنا ما بدنا نضر هذول أبنائنا كمان يعني بدنا نضمن عملهم السبع عشر ألف تكسي نعم نرتقي فيهم نرتقي بالخدمة اللي عم تقدم ممكن اليوم فيه تجاوزات فيه عندنا أخطاء فيه عندك مثالب عليهم لكن إحنا هذول أبنائنا وهذول يجب أنه إحنا يعني مثل ما طبقنا نظام عملنا نظام وتعليمات وطبقناها على التطبيقات الذكية كمان منعمل نظام وتطبيقات منرتقي بخدمة التكسي الأصفر نعم ومنقدم له إحنا الخدمة منقدم له التعليمات والأظمة بما يضمن منافسته للتطبيقات اليوم أنا بشوف أنه اللي عم بمفرض على التكسي الأصفر أكثر من اللي عم بمفرض على التطبيقات أنا أعتقد أنه 400 دينار كأنه معالي الوزير التطبيقات عم تدفع سنويا 400 دينار لكل مركب اللي حد 3000 بعد 3000 3000 سيارة وبعدها 400 400 دينار بينما التكسي الأصفر عم يدفع 2000 دينار يدفع بين رسوم و ترخيص ترخيصه أعلى التأمين تبعه أعلى طيب اليوم التكسي الأصفر هو عم يطبق كل القوانين اللي بتمفرض عليه بينما التطبيقات التكسي تبع التطبيقات وهذا الراكب يركب معهون ويركب معهون نعم ردك سيد أنمار ستي بخصوص الرسوم التي تتحقق على التكسي الأصفر فيه نوعين نوع التكسي الأصفر اللي كان مرخص وفيه نوع آخر اللي هو شركات الاستثمار اللي عملت بموضوع المميز المميز أو غيره في أكثر من شركة طبعا بعد ما تم ترخيص الشركات التي تعمل على التطبيقات وتم تقاضي أربعمائة و أربعمائة و سبعين دينار فتم إعادة النظر بهذا الموضوع نعم فالآن اللي يتم تقاضي للتكسي من خلال الشركات أربعمائة دينار بما يتناسب مع نفس اللي تطبيق تكسي اللي بعمل على التطبيق لا ليس اللي بعمل على التطبيق الشركات اللي كانت مرخصة زي المميز أو غيره اللي كانت حاصلة على ترخيص للعمل كتكسي تم إعادة النظر فيها وتم أخذ قرار مجلس وزراء و الموافقة على تنزيل المبالغ من قديش كان إشي بيدفع ألف وسبعمائة ألف وستمائة في شيء ألف ومائتين هو تتدرج وكان في نسبة سنوية اللي بتزداد على الرسوم كل سنة في زيادة خمس في المئة أو عشر في المئة هل بالفعل ما يفرض على النقس الأصبر أكثر منه على أوبر وكريم كما تحدث به ساعات النائب لا بجزء المعلومة اللي عند ساعاته حقيقة هي كانت موجودة أنا حضر اللي بنحكي فيه إحنا إذا فيه إشي عن النواب اليوم بالعكس نحن والنواب فريق واحد ومتعاونين وبالعكس نحن نرحب ومكاتبنا مفتوحة بالذات لأصحاب السعادة النواب وأيضا مفتوحة لكافة اللي بعملوا بهذا القضاء وما في واحد رجعنا أو سألنا عن أي موضوع بالعكس وهذا كله نشر بالصحف والألام ووضحنا لكل جهات صاحبة العلاقة فرعينا هذا الموضوع وتم تنزيل الرسوم والآن حقيقة يتقاضى رسوم أقل وبما يتناسب مع اللي بعمل بالتطبيقات هلأ التكسي الآخر اللي هو مرخص سابقا لا رسومه بسيطة جدا أو عليه رسوم أقل من رسوم هلأ رسوم أوبر وكريم كم 400 دينار التكسي الأصفر 200 دينار وتأمينها التأمينها التأمين كله بتفع تأمين بس الأبر وكريم هل تأمين أوبر وكريم نفس تأمين التكسي الأصفر سيد التأمين أنا بحكي بما مجموعة 2000 دينار بتصل اللي عم بكلف التكسي الأصفر بينما أوبر وكريم هي عم بيرخص أو بأمن بأمن تأمين عادي بس ما عليش خلينا نوضح تفهم يعني مهم يعني هذا نوضح هذا التأمين طبعا الشركة نفسها لصاحبة العلاقة شركة اللي بتعمل على هذا التطبيق هي أمنت لكافة العاملين عندها من سيارات وعاملين في القطاع نعم فالآن تقدموا بشيء من هذا الباب وعملوا على أنه يكون فيه تأمين كامل وشامل للمركبة والعامل عنده أو الركاب اللي راكبين في المركبة نعم فيوجد التأمين بس أحد تأمين العمومي أعلى من تأمين التطبيق ما هو التطبيق أكيد ما هو بعمل الآن عمومي فبدي يكون أكيد بما يثنى سبا هي شركات تأمين نحن يعني يعني ما من ندخل لأ بقول لك اليوم أنه الرسوم أنا بعرف أنا معلومتي أنه الرسوم التي تتقاضاها الحكومة بدل للتاكسي الأصفر أعلى من الرسوم التي تتقاضاها لأوبرو كريم اليوم أنا كيف بدك يعني أنا أنافس كتاكسي أصفر أنا بقول لك أنا مع التطبيق أنا مع أنه يكون عندنا تطبيق ومع أنه قوننات التطبيق بس أنا مع أنه نحن كمان نفرض المنافسة بعدالة بين التطبيق وبين التاكسي الأصفر وبما يضمن التطبيق هو عم بوخط حقيقة أعلى من التاكسي الأصفر اليوم كمان ليش ما يدفع لرسوم وضرائب يعني للحكومة نعم بالنسبة للسعر نحن مجبرينهم أصلا يكون في سعر وحسب التعليمات اللي موجودة ألزمناهم بأنه تكون سعرهم بزيادة لا يقل عن 15% نعم ألزمنا أنت ألزمته أنه يوخي السعر مشان يربحن هو مش مشان يتفحن لا رسوم ولا يعني هو بيأخذ أكثر بس مش عم بربح يعني هو أنت ألزمته أنه يوخي السعر أكثر من المواطن على كاهل المواطن أصبحت المواطن اللي عم بيدفع الـ 15% زيادة بينما على الشق الثاني يجب الشركة اللي تطبيق نفسه تدفع رسوم زيادة للحكومة هذا اللي احنا بنحكي فيه وخصوصا أنه عندنا اليوم شركتين وبعتقد أنه أوقفت الترخيص للتطبيقات مثل ما حقيت قبل شوي معالي الوزير نعم سيد أنمار يعني كانت يعني هل سيتم بالفعل إعادة النظر بموضوع الطبعة التي لقيت ربما احتجاج من العاملين في أوبر وكريم ستبتار في كل الأنظمة والتعليمات اللي بتصدر الواجب الالتزام بها حتى رغم هذا الاحتجاج حتى يصدر أكس أو تعديل طالما الآن في تعليمات وفي نظام محدد المتطلبات الرئيسية لكل شغلة الآن واجبنا نلتزم فيها كمواطن أو كعامل في أي قطاع من القطاعات بغض النظر سواء قطاع النقل أو أي قطاع آخر نعم إذا لم يتم حاليا ما في أي شيء حاليا نحن ملتزمين بالنظام والتعليمات اللي وقر وقر من مجلس وزراء ونحن حاليا نعم إذا المشاهدين نتابع هذا الحوار ولكن بعد الفاصل أهلا بكم مشاهدين من جديد سيد خالد إذا تحدثنا عن أخطاء وعثرات إنجاز التعبير وقعت بها وزارة النقل هل هناك؟ أنا أعتقد أنه قبل ما نعمل نظام أو تعليمات لنظم عملية التطبيقات الذكية أو لتنظيم عمل التطبيقات الذكية يجب عمل دراسة شاملة عن أثر هذه التطبيقات أثرها الاقتصادي أثرها الاجتماعي أثرها البيئي أثرها على مستقبل أجيالنا اليوم مثل ما حكيت لك يعني أنا في كثير هاي التطبيقات يعني بالنهاية هي عبارة عن معلومات وداتا وسيرفرات وشركات عالمية هل في عليها رقابة داخلية هل في أكسس لوزارة النقل عليها هل السيرفرات موجودة عنا بالأردن يعني اليوم في عنا كثير أسئلة إحنا المفروض أنا برجع بقول إحنا مش ضد التطبيقات إحنا مع التطبيقات الذكية ومع أنا بس أنا مع عمل تطبيقات ذكية بما يضمن سلامة الناس وأمن الناس وتكون التطبيقات تاي مش نزيد التحديات تحديات اليوم في عنا تحديات مثل ما تفضل معلي تحديات كبيرة بقطاع النقل وملف النقل ملف ثقيل يعني والله يكون بعون معلي وإحنا يعني عنا ثقة معلي بإنه يكون قادر إن شاء الله على حمل هالملف لكن صدقيني إحنا ما بدنا نزيد التحديات تحديات وأنا مش شايف اليوم من خلال يعني كرئيس لجنة نقل من الحكومة جدية بمعالجة قطاع النقل بشكل كامل بالأردن يعني اليوم إحنا ما شفنا دراسة شاملة لقطاع النقل وين يعني يعني إحنا بعصر بحكومة النهضة المفروض المفروض أنه ننهض بقطاع النقل وكون في عنا خطط وبرامج من خلالها إحنا منقدر نلتقي يعني إحنا بجوز شفنا اللي هو تقرير حالة البلاد بما يخص النقل يعني المفروض فيه من التحديات الماضية هل يعني أورد وسرد مجموعة مشاكل بموضوع النقل هل تم عمل ملخص لها وتم العمل عليه يعني اليوم مثل ما حكيت اليوم في عنا قطاع النقل قطاع شائق كبير يعني أثروا بيبين المواطن اللي بحكم عليه لا أنا ولا الحكومة بتحكم عليه المواطن اللي بحكم هل هو تم تقديم الخدمة بطريقة الصح أو الطريقة المثلة اليوم يعني إحنا مثل ما منشوف تكس الأصفر طيب ما هو بنزين وبدفع هو يعني أنا مش بدافع عنه لكن إحنا منشوف يعني تكس الأصفر بنزين طيب التكسي تاعة التطبيقات كهرباء يعني هذا مسروق يعني كثير في أمور يجب عمل تنظيمها نعم من خلال اللي هي اليوم وزارة النقل اللي هي الميزان المفروض للنقل بالأردن أو لخطط النقل إذن سيد أنمار هل بالفعل لا توجد جدية لدى وزارة النقل ربما للنهوض بالواقع ستة أول شغلة حقيقة نحن بدانا بمجموعة من الإجراءات واللي إن شاء الله رح ترى النور لاحقا ورح تبين أثرها على المستخدم وعلى المواطن وعلى أيضا صاحب الشركة وعلى نحن الآن نعمل على أكثر من اتجاه بس بجوز بدي أعلق على شغلة موضوع التكسي كمان نحن على فكرة مهتمين بقطاع التكسي ومتبنين بقطاع التكسي وحريصين جدا على أنه هذا القطاع ما يروح وما يضيع لأنه هذا خدم الوطن عمر طويل من الزمن فأنا متابع معه بأدق التفاصيل وباستمرار حتى يكون ننهض فيه ونرفع سويته ويكون حقيقة منافس في السوق إذا بنحكي عن موضوع نحن بنعمل على أكثر من اتجاه أول شغلة عدلنا بكثير من الأنظمة والتعليمات التي تخص قطاع النقل سواء السياحي أو التأجيري الآن السياحي كان حقيقة النظام مرهق وصعب الاستثمار فيه فلما بدأت بقراءة هذا النظام تبين أنه لابد من تعديله عدلت مجموعة من الأشياء اللي بتسهل على المستثمر أنه يستثمر في هذا القطاع نزلت الأعداد اللي لازم للحافلات اللي لازم يستخدمها أو يشغلها قسمت هذه الحافلات إلى أجزاء كبير ووسط وصغير وكان حقيقة فيه مشكلة أنه بهذا الموضوع أنه كثير من الجروبات السياحية اللي كانت تيجي على هذا البلد كانت بحاجة أي مرات إلى حافلات صغيرة أو متوسطة وكانت لا تلبي والعمر الزمني اللي موجود أنه بهذه الحافلات ما كان في عمر تشغيلي أيضا حددت العمر التشغيلي إليه بما يتناسب مع الأنظمة والتعليمات اللي موجودة في العالم نعم سيد أنمار إذا سمحت لي يعني مشروع رؤية للنقل والذي يتضمن تشغيل مئة حافلة في عمان ضمن ترددات ثابتة للباصات كيف لكم أن تضمنوا ربما الموعيد المحددة بدون وجود مسارب خاصة لهذه الباصات يعني هناك من يرى بأن ربما المشروع يواجه صعوبات لوجستية ستحول دون نجاحه ستأول شيء هذا المشروع في أمانة العاصمة بس أنا يعني أندي المعرفة والمعلومات الكافية أكيد رح يكون في مشكلة وأكيد رح يكون في تحديات بداية تنفيذ هذا المشروع دائما خلينا نطلع للأمان ما نطلع على وراء نعم نعم نحن المشكلة دائما بنجلد الذات وما بنطلع أنه نتطور وأي شيء بنستحته وبنعمله لمصلحتها البلد بتشوف أكثر من اتجاه معاكس بأخر أو بأجل بموضوع زي ما صار في الباص السريع هذا الباص السريع يتأخر كذا سنة لو الآن لو ظلينا مستمرين فيه الآن جاهز وبشتغل فيه نعم هل ستنجح هذه الخطة أم لا بالبداية رح يكون في معيقات ورح يكون في تحديات ورح يكون في مشاكل نعم لكن إن شاء الله أنه رح تمشي بالمسار الصحيح وإحنا متوافقين مع أمانة العاصمة بدعم كافة نعم بما يخص قطع النقد نعم وبالعكس بنعمل إحنا وياهم لمنظومة نقل دفع إلكتروني والآن طرحوا هم العطاء والآن نستكمل إجراءات ليتم طرح عطاء اللي هو منظومة الدفع الإلكتروني وإن شاء الله رح تكون بايلوت أول شيء في مدينة الجرش والآن بنعمل دراسة البنية التحتية لمدينة الجرش أيضا لاستكمال مواقع المواقف اللي بتترتب على هذا إذن في دقيقة سيد خالد لماذا لا يوجد تطبيق جيد وفعال لإستراتيجية قطاع النقل في الأردن في دقيقة إذا سمحكم لأنه لا يوجد عندنا خطط وبرامج من شأنها أنها تنهض بقطاع النقل للأسف اليوم عندنا لسه نظام الفزع موجود بقطاع النقل وأنا بقول لك أنا بتفاءل لما أشوف برامج أو في عندنا برامج وخطط من شأنها قابلة للتطبيق مش قطط وبرامج مقترحات مقترحات وضع قبل أي شيء نعمل برامج من خلال البرامج ربط مجموعة منظومة النقل بالأردن كاملة إن كان نقل سياحي أو إن كان نقل أفراد أو إن كان نقل جماعي بغض النظر عن أي عن شو هو النقل اليوم منظومة النقل نعملها تنطلق من العاصمة عمان نحو جميع محافظات المملكة بما يتناسب مع البنية التحتية الموجودة عندنا النائب خالد أبو حسن رئيس تجنة الخدمات العامة والنقل شكرا جزيلا لك وشكر موصول إلى السيد أنمار الخصاني وزير النقل أشكركم في استضافتكم في حكومة الظل إذن مشاهدينا انتهت هذه الحلقة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر